أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم هنشتغل مع بعض الوحدة الخمسة والستة من منهجكم المقرر على قناة التعليم الفني بمصر نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف أول الشغلة اللي معنا النهاردة إن شاء الله نبص مع بعض كده على عنوين الوحدتين ينطفايف بمعنى appointment العنوان بتاع بيقول appointment appointment يعني الموعد appointment موعد meeting unit 6 بي او اس بلدن هنتكلم على مبنى شركة بي او اس تمام؟ ده اللي موجود داخل الوحدتين أول حاجة نشوف الكيي فوكابلري الكلمات الموجودة معنا هنا النهاردة أول حاجة عندنا appointment يعني موعد appointment موعد بنقول إيه؟ to have a date with someone عشان يكون معايا موعد مع شخص أقول I have an appointment يبقى to have a date with someone ده اللي هي appointment safety instructions safety instructions safety يعني أمان تمام؟ instructions تعليمات أو أوامر فبقول هنا لتعليمات الأمن والأمان اللي تقى موجودة في المواقع أو في الشركات أو أيا كان استخدمها to give orders يعطي أوامر to make people safe عشان يخلي الناس في أمان to give orders to make people safe بعد كده warehouse ناخد بالنا من كلمة هوس يعني منزل فمن ترجمش بقى الكلمات عندنا ترجمة حرفية لأ هنشوف المعنى بتاعها we store the goods in warehouses we store يعني نخزن the goods البضائع in warehouses المخازن بتبقاش مخازن صغيرة لا بالعكس بتبقى مخازن كبيرة جدا وضخمة sales sales our sales are high this month our sales are high this month our sales يعني المبيعات آه يبقى sales يعني مبيعات are high this month يعني مرتفعة وعالية الشاردة كمان كلمة sales أما نقول on sales زي مسلا يبقى فيه اوكازيون موجود او تخفيضات موجودة على البضائع وهكذا بعد كده meeting meeting احنا عندنا الفعل هنا meet ومتضف له ing يعني الاسم منه اما بنضف فعل للفعل ing بنجيب الاسم منه فبنشوف we have a meeting today يعني احنا عندنا مقابلة واحنا عندنا هنا مقابلة اليوم today اليوم we have a meeting today اما بنجيب الشكل بتاعنا ده بالاستخدام ده يبقى بنقصد به المستقبل برضه هنقوله عنه هنتكلم عنه بعدين location 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 we have a good location on the corner of the street we have a good location on the corner of the street يبقى عندنا موقع جيد على ناصية في الشارع يبقى location هنا معناها موقع location هنا معناها موقع نشوف بعد كده entrance 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 معناها ايه the reception is in the entrance of the company the reception is in the entrance of the company الاستقبال the reception is in the entrance دائما بيكون مكانه فين في مدخل الشركة في مدخل المكان اول ما تخش مكان بتلاقي reception يبقى نقول في ال entrance بتاعنا في المدخل ايه بتاعنا toner toner تشوف هنا the printer needs toner the printer needs toner printer الطبعة الطبعة بتحتاج دائما عشان تشتغل بتحتاج ايه ورق وحبر فالورق يعني paper يبقى toner يعني ايه حبر المطبعة حبر الطبعة بنسميه toner اللي هو ال bowder اللي موجود فيها اللي بشغالها بنسميه toner corridor corridor بنسبلنا كل مدرجة corridor بنسبلنا كل مدرجة بنستخدمها كتير مثلا انت فين انا في الكوريدور ادخل يميل من الكوريدور ادخل شمال ادخل شمال الكوريدور يميل للكوريدور وهكذا كده على طول يعني فاحنا بنقول هنا كوريدور هنا بنقول كوريدور there is a corridor between the rooms there is a corridor between the rooms يوجد ممر كوريدور يعني ممر ما بين الغرف اللي هي الطرق الصغيرة دي اللي ما يبيض الغرف وبعض بنسميها كوريدور حتى احنا اصلا بنقولها بالكوريدور كده وبنقصد نفس المعنى اللي احنا بنتكلم عنه arrow 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 هنا المقصود بها ايه follow the arrow to get to my office follow the arrow يعني اتبع امشي وراء الاسهم او السهم اللي عندنا the arrow to get to my office عشان توصل لمكتبي arrow بمعنى سهم اللي هو العلامات الاسترشادية اللي بتدي لنا على الاماكن السهم اللي موجود بنسميه arrow above above the picture is above the table picture صورة above the table اعلى المنددة يعني متعلق على الحيطة على الحائط اعلى المنددة يبقى كلمة above بمعنى اعلى بيكون فاصل بينها وبين المكان اللي احنا بنحكي عنه above اعلى below below اسفل below اسفل the fax machine is below the window او موجودة اسفل او تحت الايه الشباك يعني المحطوطة في المكان بتاعها اسفل الشباك او النافذة اذا ما احنا بقول لغة عربية يبقى the fax machine is below اسفل مكينة الفاكس او آلة الفاكس موجودة اسفل الشباك بعد كده opposite 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 هنا احنا بيستخدمها بمعنى the bank is opposite the hospital مقابل يعني face to face يبقى موجود ده على يمين والمكان التاني على الشمال فالاتنين بيكونوا مواجهين لبعض بمعنى opposite مواجه او مقابل the bank is opposite the hospital البنك مقابل او مواجه للمستشفى next to next to بجوار يبقى فيه طلاصق او فيه مجورة للمكانين مجنب بعض بالزبط ما فيش فواصل بينهم من بعض the school is next to the post office the school is next to the post office يعني المدرسة ملاصقة بجوار بجانب المكتب سوري بجوار مكتب البريد البريد post office يعني مكتب البريد colors الوان هنتكلم عن الالوان برضو عندنا في الواحدة بتاعتنا وهنشوف كده black black طبعا الكل عارف black ويه برضو بنأكد عن اللون وبنشوف اه black يعني اسود black يعني اسود نيجي نشوف بعد كده white 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 ابيض يبقى black and white ابيض واسود اللي اتنين المترقدين عكس بعض black and white brown brown يعني ايه brown اللون البني بنقول عليه brown كي لسه في الوان تانية red red اللون الاحمر بنقول عليه red كي yellow yellow الاصفر green 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 عندنا الاخضر blue blue عندنا blue اللون الازرع ايبا اخدنا في الصفحة اللي فاتت عندنا black عندنا white عندنا green black white green اوكي عندنا في الصفحة دي عندنا red yellow green blue دي الالوان الموجودة معنا النهاردة lead 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 هنا هنشوف معنا دا استخدام جديدي وغريب شوية there is a lead for the photocopier there is a lead for the photocopier lead هنا اللي هو الغطاء اللي بنحطه فوق يعني اللي بنجي نصور بنحط الورقة بتاعتنا وبنحط فوق الايه الكفر او الغطاء بتاع ماكن التصوير اللي هو اسمه lead اللي بتحط مباشرة فوق الورقة paper face paper face paper face واجه الورقة واجه الورقة نهو بقى paper face is what we copy اما نيجي نصور احنا بنصور واجه الورقة واجه معين احنا بنصوره الجزء اللي احنا بنصوره بنسميه paper face بنسميه paper face language functions هنيجي النهارده بقى هنتكلم على شوات حاجات لغوية كده جميلة وحلوة النهارده مع بعض هنشوف كده شوات الحاجات ده هتبقى بإذن الله necessity necessity الضرورة الالزام اما جي احكم حد قدامي او اجبر شخص قدامي انه هو يفعل شيء بالامر زي امر كده مثلا يبقى بنستخدم له كلمة must بنستخدم له كلمة must must هنا بمعنى يجب must هنا بمعنى يجب يعني الزام للشخص المتواجد قدامي we must give the documents to the secretary we must give the documents to the secretary يبقى لازم نعطي المستندات الى secretary فوجود must هنا يبقى أصبح في الزام عندي ان انا افعل ما بعدها وضيما must بنجيب بعدها الفعل في المصدر must نجيب بعدها because it is a model فعل نائس فعل نائس يبقى must بيجي بعدها الفعل فين في المصدر وعلى طول وطبعا النافية بيكون mustn't وبيكون الزام في شكل الناهية we must give the documents to the secretary giving directions عايزة اقول لواحد يروح يمين يروح شمال اتجاهات اما اعطي الواحد اتجاهات يروح فين يجي منين شمال ويمين هنشوف الكلام هيبقى ازاي جينا هنا صغط سؤال where can i find room 305 where can find room 305 الغرفة اين اجد الغرفة 305 305 هنا يعني الغرفة 5 في الدور الثالث اما نقول 305 يعني الغرفة الخمسة في الدور الثالث 305 طب انا قلنا 105 يبقى الغرفة الخمسة في الدور الاول 205 الغرفة الخمسة في الدور الثاني 306 الغرفة ستة في الدور الثالث وهكذا طب اما اقول where can i find room 305 هنشوف ازاي اوصل لمكان وبرضه هنزود حاجات عشان نقول ايه كيفية الطريقة اللي هوصل بها لمكان ازاي نشوف مع بعض كده go to the first floor go to the first floor اذهب الى الطابق الاول first floor الطابق الاول first floor بعد كده هنا where can i find room 305 go up to the first floor اطلع الى الطابق الاول take the corridor ناخد الطرقة on the right on the right ناخد بالنك واسباب هنا من حرف الجر on امام كلمة the right يبقى هنا لو قلت on the right يبقى ايه on the right تبعا ازاي قولها اليسار اقول on the left يبقى on the right او on the left يبقى ايه يبقى go up to the first floor روح للطابق الاول اوكي take the corridor خد الكوريدور اللي قدامك on the right على اليمين and room 305 is on the left غرفة رقم 305 على اليسار يبقى معنى كده اما اقول the first floor اه الترتيبات بتاعتنا هنا the first floor the second floor وهكذا take the corridor يبقى اخد الكوريدور on the right او on the left على حسب يبقى معنى كده the right the left امامهم حرف الجر on امامهم حرف الجر on بعد كده giving instructions هدى اوامر هدى تعليمات هدى اوامر او هدى تعليمات هنشوف ازاي press the green button press اه اما اجيب الفعل الامر في اول الجملة فعل في المصدر في اول الجملة يبقى معنى كده بدي حاجة اسمها order امر بدي امر هنا press the green button اضغط الزر الاخضر اضغط الزر الاخضر يبقى press the green button press the green button بعد كده don't press the red button don't press the red button ناخد بالنا مع بعض هنا الاول الجملة اولة قلت فعل امر فعل في المصدر اصبح فعل امر تبقى الجملة التانية don't press ادخلت على الجملة بتاعتي اقول don't press لا تضغط يبقى اقول press the green button اضغط التانية don't press يبقى لا تضغط يبقى معنى كده لما ادى امره مثبت ادي امره مثبت اجيب الفعل في المصدر عندي وقول press اجيب الفعل في المصدر عندي واقول press طب انا عايز ادى امر من في نهي اني الشخص عن فعل شي هحط كلمة don't امام الكلمة بتاعتي واقول don't press the red button يبقى اجيب don't واجيب بعدها في المصدر يبقى معنى كده في حالة اعطاء الاوامر المثبتة ابدأ بالفعل في المصدر في حالة اعطاء الاوامر المنفية باجيب don't واجيب بعدها الفعلة فين في المصدر يعني ما ينفعش اقول doesn't press ما ينفعش اقول didn't press لا don't press اوكي after that days of the week احنا عندنا ايام الاسبوع seven days هنشوفهم مع بعض كده بالترتيب بتاعنا وناخد بالنا من ايام الاسبوع the first day is Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday يبقى كده السبع تيام بتاعنا بتاع الاسبوع تمام بالترتيب بتاعهم موجودين عندنا قدامنا وموجودين برضو في كتاب المدرسة نيجي بعد كده هنشوف month of the year اشهر السنة الشهر الاول عندنا جانواري جانواري فبريوري فبريوري مارج أبريل مي مي جون بعد كده جولاي جولاي اوغاست اوغاست سبتانب سبتانب اكتوب اكتوب نوفام نوفام اخر شهر عندنا شهر رقم 12 عندنا ديسمبر احنا عايزين نعرف الشهور مع بعض كده بالترتيب لازم نحفظهم بترتيبهم بترتيبهم من اول جانواري حتى ديسمبر ليه احيانا بيجيلي في الامتحان يقول لي ايه شهر ايه اللي بيجي قبل ايه منش ترتيب الشهر اللي في الاول في السنة ترتيب الشهر الخامس في السنة ترتيب الشهر العاشر في السنة او يقول لي من ضمن الاختيارات برضو يقول لي ايه الشهر اللي بيجي قبل شهر كده طب ايه الشهر يعني مثلا لو قلت نوفامبر كامزة افتر يجي بعد اكتوبر ماتش كامزة بيفور ابريل وهكذا يبقى في الحالة دي اعرف الشهور اللي اتناشر بالترتيب وسبلينج ورائتين كمان يعني اذا على قد شغلنا نشوف اللي بعد الاشهر عندنا نيجي فقى نتكلم هنا على الشهر بتاعنا الاعداد الترتيبية نركز شواء لو سبحت كلها مع بعض هنا احنا في البداية كنا بنقول ايه بنقول واحد اتنين تلاتة اربعة بنقول احنا كده هنا كده ايه بنقول ونعد مع بعض يبقى يوم اتنين تلاتة اربعة هنا بنقول بنعد طب النام هنا بنعمل يا بقى لا وي ميك اردر وي ميك اردر اردن النامبرز الارقام الترتيبية للشهر يعني الشهر بدل ما اقول واحد يناد الاول بنقول الاول الثاني الثالث الرابع هنفضل نعد الايام لما نوصل لليوم واحد وتلاتين من الشهر اللي هو المكتام الواحد وتلاتين يوم على اساس نعرف نكتب التاريخ ازاي زي ما نشوف مع بعض واحد اواحد اكده بنجي نشوف الارقام بتاعتنا هنبدأ نعد مع بعض كده الترتيبية من واحد الى واحد وتلاتين the first احنا بننطقها كده وبالشكل مكتوبة بالشكل كده عشان نكتبها عندنا في الكتاب وفي الورق بتاعنا بنقول the first هنشوف ده الشكل بتاعها اللي بيكون في الاقتصارات الموجودة عندنا الاول the second هه اني دي the third اردي the first اختصارها واحد وجنبها ايستي the second اختصارها two and اني دي the third three and اردي نشوف بعد كده the fourth الرابع the fifth الخامس the sixth السادس the seventh سبع شوف بعد كده the eighth الثامن the ninth التاسع the tenth العاشر the eleventh الحادي عشر the twelfth الثاني عشر the thirteenth الثالث عشر ناخد بالنا بقى thirteenth fourteenth fifteenth وهكذا اللي جاي the fourteenth الرابع عشر the fifteenth الخامس عشر the sixteenth السادس عشر the seventeenth السابع عشر the eighteenth الثامن عشر the nineteenth التاسع عشر يبقى ناخد بالنا من الأرقام اللي هي من أول الثالث عشر لغاية التاسع عشر the thirteenth the fourteenth the fifteenth the fifteenth وهكذا يبقى the thirteenth the fourteenth the fifteenth اللي نوصل لغاية التاسع عشر اللي نقول the nineteenth نجي بقى نشوف بعد التاسع عشر ايه العشرون هنشوف الايه العشرون نشوف العشرون هنقول ازاي the twentieth the twentieth طب بقى نخش بقى في ايه الاول والعشرون نخش الاول والعشرون اه انا قلت الاول والعشرون يبقى الترتبة عندي مش هيكون في رقم عشرين لا هيكون ها هيكون في رقم كام the twenty first الترتيبة عندي هنا هيكون فين في الواحد في اتنين في تلاتة في واحد وعشرين اه في الواحد اتنين وعشرين في الاتنين تلاتة وعشرين في تلاتة يبقى اول والعشرون الثاني والعشرون الثالث والعشرون كده? بنشوف مكتوبة ده ازاي? بالشكل ده اختصارها. بعد كده الثاني والعشرون الثالث والعشرون اللي هو ناخد بالنا منطرة الكتابة والشرطة الصور الموجودة ونكتب جنبها على طول. على طول كل الكلام دي كله اما يكون الرقم محصور ما بين الواحد وعشرين مثلا وما بين التسعة وتسعين بنفس الكلام كده. فيما عدى عشرين تلاتين اربعين خمسين الارقام اللي هي مضاعفات العشرة. the twenty third. the twenty third. the thirteenth. اللي هو الرقم كام? ثلاثين في الشهر. تم كده? يبقى احنا بنعد بعد كده. the twenty third. the twenty fourth. the twenty fifth. the twenty sixth. the twenty seventh. the twenty seventh. the ونرجع نقول. the thirtieth. اللي هو كام? الثلاثون. نجي بعد كده. the thirteenth. the thirteenth. the thirteenth. the thirteenth. the thirteenth. the thirteenth. thirteenth. thirteenth يعني الاول والثلاثون. يبقى احنا كده الوقت وصلنا لواحد وثلاثين يوم. انا عايز حضراتكم تركز معايا شوية. ازاي? احنا نركز الارقام اللي بتلخبطنا هم بالزبط بالزبط سبع ارقام فقط لا غير. سبع ارقام اللي هاي لخبطونا. اللي هم مين بها? احنا ناخد بالنا من the first. وانهايته. او الاضافة بتاعته. the second. والاضافة بتاعته. the third. والاضافة بتاعته. لان هم بدايات ومنهايتهم. يعني مختلفين عن باقي الارقام. عن باقي الارقام زي مين بها? the twenty first. the twenty second. the twenty third. وانضف على لهم the thirty first. المجموعة دي كلها مع بعض مختلفة. باقي الارقام اللي هم الاربع عشرين يوم الباقيين بينتهوا بتي اتش. يعني انا حبيت اكتب الاتصار بتاعهم. اكتب الرقم بتاعي. وحط تي اتش جنبها. زي مثلا في الصفحة دي معنا. كله هنا ما اتجمع معنا في الصفحة. twenty first. الاول. ها? والعشرون. twenty second. الثاني. والعشرون. twenty third. الثالث والعشرون. thirty first. تمام. بنضيف عليهم the first. the second. the third. يبقى كده معنا سبع ارقام. احنا بنعمل باقي الارقام زي رقم 30 هنا. زي الرقم الثلاثون هنا. زي الترتيب الثلاثون هنا. the thirties هنا. يبقى احنا نضيف. نكتب 30. وبعدها تي اتش. يبقى كده الاختصار بتاع الرقم ايه? بتاعنا. نيجي نشوف بعد كده. احنا بنكتب ايه بقى اتنين وعشرين ابريل. twenty second ابريل. بننطعه بالشكل ده. we say the twenty second of ابريل. the twenty second of ابريل. we write. بنكتب واحد او first august. بنكتبها. we say the first of august. the first of august. ابقى الشكل المختصر عندي ده اللي احنا بنكتبه. انما النطق بتاعي اللي هو الكلام الكبير او الجملة الطويلة اللي بتكتب هنا. يعني يعني هنا وهنا ناخد بالنا من حاجة. الارقام ترتيبية. احنا هنا ايام الشهر عندنا. ارقام ترتيبية. اعداد ترتيبية. ولاست كونت وان تو ثري لا الاول الثاني الثالث وهكذا. how to say the time. اه. ازاي ننطق الوقت بتاعنا. ده حتة جميلة جدا جدا. وناخد بالنا من اللي جاي ونركز فيه شوية كده. ده شكل الساعة عندي بدون عقاري ولا حاجة. الساعة عندي فيها عقربين. عقرب طويل. تمام. بيشاور على الساعة نفسها. وعقرب قصير يوصل عندي الى الى الدقايق وهكذا. العقرب الطويل ده. اما بلف لفة كاملة. بيعمل ساعة. العقرب الصغير بتاعي. اما بلف لفة كاملة. يعمل اتناشر ساعة. يعمل اتناشر ساعة. فاحنا عايزين نعرف هنا. طب العقرب الطويل ده. العقرب الطويل. اللي بلف لفة واحدة يعمل ساعة. اما يكون عندي بيشاور على اتناشر. اما يكون عندي بيشاور على اتناشر. تبقى الساعة كام? اه. يبقى الساعة it's five o'clock, three o'clock, six o'clock, seven o'clock بالشكل ده. لو العقرب الكبير ده شاور على الاتناشر عندي يبقى الشكل عندي الوضع عندي بالشكل ده. او نقول اتس five it's six it's seven. يبقى ما اقول اتس five o'clock يبقى الساعة ستة. اتس سيفن اتس سكس نفس الكلام ساعة ستة نفس الشيء برضو هنا. طيب. جي العقرب وشاور عندي تلاتة. جي العقرب وشاور عندي تلاتة يعني بلفة اتناشر وبيبدأ يلفة اهو من اليمين يروح ناحية الشمال. هنقول ايه بقى هنا? هنقول اتس اكورتر باست. اتس اكورتر باست. باست فايف باست سكس يعني الساعة خمسة وربع ساعة خمسة وربع ساعة ستة وربع ساعة تمانية وربع بالشكل ده. او نقول ايه? اتس واجيب الساعة بتاعتي واقول ففتين. يعني بمعنى انا عنده سقطين لطريقة الكتاب ازا ما شفت كده. مع باست هنا موجود معنا. اتس اكورتر باست. نجيب الجزء الاول وبعدين باست وبعدين نجيب الساعة اللي موجودة معنا. اتس وبعدين نعمل ايه بقى? نجيب الساعة وبعدين نجيب الجزء ووراها مباشرة بدون اي فواصل زي ما احنا شايفين. يبقى نقول اتس اكورتر باست اتس سبيس وبعدين ففتين. لو العقرب عندي اشهار الى ستة هيكون ازاي? اه اتس هاف باست. اتس هاف باست. يعني ساعة كده ونصف خمسة ونصف خمسة ونصف خمسة ونصف هاف باست سكس ستة ونصف. او اتس واجيب الساعة بتاعتي وبعدين ثيرتي. وبعدين ثيرتي يعني كم تلاتين? يبقى هنا النصف ساعة التلاتين دي. يبقى في الحالة دي هنقول اتس اتس هاف باست سكس يبقى ساعة ستة ونصف. اتس مثلا يعني اتس سكس ثيرتي الساعة ستة وثلاثون دقيقة هنا يعني ساعة برضو ستة ونصف نيجي نشوف هنا لو اشار العقرب عندي على تسعة لو اشار العقرب عندي على تسعة هيكون ايه نبص مع بعض كده شوي اتس اكورتر تو لا يبقى علي مين قلنا اتس اكورتر باست يبقى مع العقرب يشور على النصف الايمن من اول اتناشر لحد ستة يبقى في الحالة دي اتس والجزء بتاعي وبعدين باست طب لو راح بقى من بعد ستة ورح نحن حتى الشمال هتذكر عدد دقايق يبقى وعدد دقايق وبعدين هتذكر رابع تلت هتبقى برضو مثلا وبعدين طو إلا يبقى لو رحنا ناحية اليسار هتبقى إلا طبعا اعايز اجيب الصغر قصيرة بتاعتي وبعدين الساعة بتاعتي وبعدين اقول عدد الدقايق الموجودة نقول نقول على حسن بعد دقايقون متبقية من الساعة بنجيبها بعد واجيب الساعة وعادة دقايق المتبقية هنا. طبع انا عايز اجيب عايز الكلام ده كله. هقول هنا ايه? وعادة دقايق المتبقية. اوكي? يعني انا بقول يبقى انا بقول الساعة عشرة اه الساعة خمسة الا العشر دقايق يبقى الساعة اه خمسة الا عشر داي الساعة خمسة الا عشرين دي او هكذا. انما اتس فايف اه طبعا انا عايز اقول الساعة اه خمسة الا تلت بالصغة القصيرة. هقول يعني الساعة اربعة واربعين دي اه زي ما انت شفت هنا مسلا الساعة خمسة الا رابع. انما هنا لو قلت خمسة الاربع بالصغة القصيرة بتاعتي اتس واجيب الساعة فور وبعدين فورتي فايد. طب نشتطبق الكلام بقى على شكل ساعة كامل. الساعة هنا كام? خمسة. اوكي. يبقى نقول ساعة كام? هنقول اتس فايف اكلاك. الساعة الطويلة عندي. او نقول اتس فايف. كلتا الحالتين صح. اتس فايف اكلاك تسعة وربع. طب نشوف. اتس اكورتر باست ناين. يبقى معنا هنا جبنا الجزء الاول. وبعدين جبنا باست وناين. اوكي? عشان الساعة بتشير عنده على الربع. والساعة تسعة يبقى اتس اكورتر تمام? باست ناين يبقى ساعة تسعة وربع. طب نشوف الصغة التانية اتس ففتين باست انا مش حافز يا مستر وعايز اقول الصغة هاندي صح. مش مشكلة. هنجيب عدد دقايق اللي انت شايفه. هنجيب عدد دقايق اللي انت شايفه. خمستاشر يبقى اتس ففتين وبعدين ليه? احنا جبنا الجزء الاول وبنجيب بعدين كلمة وبنجيب الساعة رقم الساعة اللي موجود عندنا. طب نشوف الصغة التانية اتس ناين ففتين. جبنا الساعة الاول اتس ناين وبعدين حطينا بعدها كلمة ففتين. يبقى اتس ناين ففتين. يبقى الساعة عندي هنا تسعة وربع قلتها باكتر من طريقة موجودة قدامنا زي ما احنا شايفين. نيجي بعد كده. اه الساعة هنا كام? ها? عشرة ونصف. الساعة هنا كام? عشرة ونصف. اوكي? يبقى اتس هاف باس تن. خلاص بقى عرفنا. اتس تن ثيرتي. يبقى الجزء الاول في المسال الاول. اتس هاف باس تن. الجزء وبعدين الباس والساعة. اتس تن ثيرتي. جبت الساعة وبعدين تلاتين دقيقة. ها? هنا ساعة سبعة الا ربع. اتس اكورتر تو سيفن. ناخد بالنا اتس اكورتر تو سيفن. تمام الجزء وبعدين تو سيفن. يبقى سبعة الا ربع. طيب اتس ففتين تو سيفن. اه كورتر ده خمشهر دقيقة. يبقى اتس دقيقة. اللي هي ايه? اتس سكس فورتي فايف. لما اجيب بقى الساعة الاول يبقى اجيب عدد الدقيقة اللي موجودة عندي في الساعة. لما اجيب الساعة الاول بجيب عدد الدقيقة اللي موجودة عندي. اتس سكس ستة فورتي فايف وخمسة واربعين دقيقة. اه قواعد هنا. هنا مين? اه اللي هو الموعيد في المستقبل. نشوف كده معنا? احنا حطينا بلاس هنا على اساس ان فيه تركيبة موجودة معنا هنا. ام از ار. بنجيب السبجكت اللي نسيبهم امامه على الشمال. نجيب الفاعل اللي نسيبه امامهم على الشمال. زايد مين بقى? المصدر بتاعي زايد ايه? اي ان جي. قال لا ده ما دي تركيبة المضارع المستمر يا مستر. اه. احنا بنستخدم صيغة المضارع المستمر للتعبير عن الموعيد المستقبلية. فعلا السبجكت عندي شي. جيبت بعدها شي معها از. وبعدين الفاعل بلاس اين جي بتاعي? تمام? اه مقابلة او موعد غدا. انا اكدت على الكلام ده عندي بكلمة ايه? فوجود كلمة يأكد الكلام بتاعي ان هي باستخدام شكل المضارع ايه? المستمر. ليه بقى? لان هنا تم الترتيب والتجهيز والاعداد المسبق لها. طبعا ما تم الترتيب والتجهيز والاعداد المسبق لها. باستخدم الشكل او الفورم بتاع وباستخدمه وباكمل بيه اللي هو باستخدام كلمة زيتهم وروا عندي هنا كلمة مستقبلية. ارتكيل ديفنت اندفنت اند زيرو. يعني ايه? ديفنت اللي هي ادات التنكير والتعريف وما ما نحطش اي ادات منهم خالص هنا. ادات التنكير بتاعتي اللي هي ديفنت التعريف بتاعتي اللي هي ذا. اندفنت اللي هي ا او ان. اند زيرو ما بنحطش حاجة خالص. طب نشوف كده. نشوف كده. مكاتبنا في القاهرة. كلمة تحتها حاجة? اه في تحتها خط. اه. طب ما حطناش قدامها ايه? ولا انوال ده? لا. ليه? عشان اسماء المدن. اسماء الدول. تمام? الفردية زي مسلا زي ايجيبت فقط يعني كده. يبقى دول المدن دلوقتي ما بنحطش امامها اي اداة من ادات التنكير ولا التعريف. نشوف بعد كده? they are in the large building. انت حطت the large ليه? اما قلت the large building يبقى انا حددت ان هما في المبنى الكبير. حددت او خصصت المعنى. يبقى في حال التخصيص الاسمي بتاعي they are in the large building. يبقى انا بحدد المكان بتاعي. فبحطه قدامه كلمة ايه? ذا. بحطه قدامه كلمة ذا. نشوف بعد كده? my office on the first floor. الاعداد الترتيبية. الاعداد الترتيبية اللي احنا شفناه قبل كده. اللي هو the first the second the third. دايما قدامه كلمة ايه? the. the first. يبقى my office is on the first floor. اوكي? بعد كده? he is the best manager. صيغة التفضيل. صيغة التفضيل. صيغة التفضيل هي is the best manager. بنحطه قدام the best the. there is a photocopier on the ground floor. there is a photocopier on the ground floor. اما انا اتكلم عن الاسم الاول مرة احطه قدامه اداد التنكير ايه? ايه ارقان على حسب الاسم بيطلب? طيب انا اتكلمت عن الاسم تاني. اصبح معرف لي. فبالتالي مضطر زي الكلمة التانية the photocopier is new. اصبح معرف لي. اصبح معروف لي. احطه قدامه كلمة ايه? the. يبقى the photocopier is new. there is an old computer in وحيد the office. ما حطتش هنا قدام office حاجة. لانه اسم مملوك بابستروف اس الملكية. اوكي? لان هنا ابستروف البصصف ابستروف موجودة افطر وحيد. يبقى معنا كده مفيش خلاص اصبح معرف بملكيته لوحيد. بانه هو اصبح ال office ده مملوك لمين? لوحيد. كده خلصنا كل حاجة موجودة في الوحدة الخمسة والستة. نلحق بقى سريع كده نشوف شكل الامتحان على الوحدة الخمسة والستة. اول حاجة بقول choose the correct answer from a b c or d. عندنا اختيارات. نشوف اول جملة عندنا. there are two printers in the office. space new one is mine. ناخد بعنا هنا. في office فلسطوب ببعديها. وبداية جملة جديدة. اه. طبعا انت ابتدت جملة جديدة يبقى كل الحروف capital. اللي ايه الحق بيقول من اللي احنا قلناه من شوية. ايه اللي هنختاره? the. قد التعريف ذا. اللي هي definite. ايه? وان ادوات التنكير. هنختار ايه منهم? ها? with this خاصة بالجامعة ما نشوف اللي هختار معنا مين? اه واحد فاكر كويس. ففعلا the new one is mine. the new one is mine. sentence number two. what is the name? what is the name? هنشوف هنا. secretary? secretaries? my secretary? your secretaries? انا عندي هنا كلمة ذا. عندي هنا كلمة ذا. يبقى في الحالة دي معرف. فمعنى كده ضمير الملكية او صفة الملكية هنا. صفة الملكية. صفة الملكية بتاعتي اللي هي my secretary. ما تنفعش. your secretary برضو هنا ما تنفعش. طب هنا هقول secretary ولا secretaries? انا عندي نام هنا اسم مملوك فهاختر ايه? اه? اوكي. what is the secretaries name? is to Cairo next week. ده question. سؤال. وبدأ يبقى is. يبقى we need the subject after is. we need the subject after is. اوكي? اه ده جايب لي كمان فعل. يبقى معنى كده بيختار. subject and verb plus ing. subject verb plus ing. طب الاولى. he is coming. is he is? مش هتنفع. is coming he? number b. ما فيه subject بعدها بعده. is مباشرة. is he coming? ولا is he coming الاخيرة? لا. is he coming? احنا قلنا جبنا is. يبقى معنى subject و verb plus ing. عشان عندنا في نهاية السؤال next week. يبقى تركيبة present continuous عندنا. بيقصد هنا. is he coming? بعد كده. it's half. ناخد بالنا من هنا. اول ما تشوف كلمة half. في الساعة بتاعتك. على طول تغمد عينك. وتختار كلمة ايه? past. على طول. it's half past. it's half past مباشرة. ما تفكرش في شيء تاني خالص. it's half past. his office is. وبعدين to mine. اللي space هنا بعده كلمة to. يبقى حرف الجارة المرتبط. بعد كلمة to اللي هو كلمة ايه? bravo thank you. كلمة ايه? next to. كلمة next to. number six. press the red button. press هنا فعل قام. فعل في المصدر. طب انت عايز تحطه قدامه ايه? don't doesn't didn't isn't. فعلا doesn't اجيب بعده فعل في المصدر. don't فعل في المصدر. doesn't didn't فعل في المصدر. isn't ما ينفعش بعدها فعل في المصدر. يبقى اللي اختار عندي ما بين doesn't don't didn't. ايه اللي اختاروا منهم? طالما في بداية الجملة. في بداية السؤال. في بداية الجملة. على طول يبقى احنا معنا مين? don't press. امر منهي. امر نفي. بنفي انك تعمل او بنهي عنك او بنهي عنك من فعل شي. don't. December comes after. لسا قلت الكلام ده النهاردة. December comes after. شهر December. ييجي بعد مين? ها? يجي بعد مين? ها? بعد مين? بعد مين? بعد نوفمبر. يبقى اكتوبر نوفمبر ديسمبر. December بيجي بعد مين? بعد نوفمبر. ها? Thursday comes before. Thursday الخميس comes before. يأتي قبل. قبل مين بقى? ها? ها? قبل. ها? Friday. اوكي. يبقى Thursday comes before Friday. not Monday ولا Sunday or Saturday. شو بعد كده? where is she? where is she? تمام. وفي بعد اجابة موجودة على السؤال. on that chair. on that chair. اه اللي احنا بنعمله مع اللي. where is she? هي فين بقى? موقفها بالنسبة لتشير بتعمل ايه? sitting. not doing. not walking. not running. يبقى where is she? second. اين? sitting. اين تجلس? on the chair. the sales department. the sales department is responsible for. sales. sales department. قسم المبيعات. ها? for space goods. يبقى نقول ايه? buying, selling, making, advertising. يبقى نقول ها? selling. sales department is responsible for. مسؤول عن بيع البضائع. بعدها. supply the missing parts in the following dialogue. between Sam and Sarah. Sam وصارة بكلهم مع بعض. where are you going? سارة بتسأل. I am going to Turkey. سؤال. سام رده وقال it's not a business but it's a holiday. سؤال. above about two weeks. لمدة اسبوعين. سؤال من سارة. تمام? no. I am going by ship. انا قصدت النهاردة تلت اسئلة عشان نشوف شكل الاسئلة ازاي? انا قصدت شكل الاسئلة. عشان نشوف نحاول نجيب نعمل اشكال مختلفة من الاسئلة. اول سؤال قال it is not a business but it but a holiday. مش اجازة. ولكن مش عمل. ولكن اجازة. نشوف السؤال كانت ازاي بقى? is it a business or a holiday? هل هي اجازة? ولا عمل? فنفى انها عمل. تمام? هل هي عمل او اجازة? سوري. يبقى نفع انه عمل ولكن but a holiday. وقال انها اجازة. اوكي? is it a business or a holiday? الاجابة عندي في السؤال التاني about two weeks. دو مدة. اسأل عن المدة بايه? how long will you stay? how long are you going to stay? ما فيش مشاكل هنا. how long will you stay? هتعد قد ايه? about two weeks. حوالي اسبوعين. number three. I am going by ship. دخل بالنا. ليه انا قلت? are you going by plane? المفروض عندي نو هنا. اعمل matching على طول. اعمل مقص. واقول بدأ من ايام. تبقى are you going by ship? واكمل. تمام. الكلام ده لو قال no i am not going by. لو قال no i am not going by. في الحالة دي اعمل مقص بتاعي. اقول are you going? واكمل نفس السؤال. بس هنا جاب كلمة no وجاب الجملة مثبتة. جاب no نفة. وجاب الجملة مثبتة. يبقى هو عمل ايه? نفة السؤال تماما وجاب الجملة الاصلية الجملة الفعلية الجملة اللي حصل. او الجملة اللي هو مخطط ليه قال I am going by ship. انا رايح بالسفينة. نيجي بعد كده. fill in the spaces with words from the list. عندنا سبع كلمات وست جملة. هناخد جملتين جملتين مع الكلمات قدامنا. الكلمات اللي معي. much. above. meeting. staff. friday. making. next. the floor. the first floor. is. above the ground floor. the first floor. is above the ground floor. the human resources. اللي هو قسم الموارد البشرية عندنا. find new staff. find new staff. يعني بيدور او بيجد staff جديد يشتغل معنا. نفس الكلمات التانية ونشوف جملتين جداد. the production department production production قسم الانتاج. is responsible for. مسؤول عن ايه? making things. تصنيع او فعل تصنيع ايه? الاشياء. there is no school on. فيش مدرسة. امتى? on friday. on friday. اخر مجموع عندنا في الفر الن بتاعنا عشان نشوف الاسئلة اللي بعد كده. he has a with the customer tomorrow. he has a with the customer tomorrow. he has a meeting. عنده ايه? موعد. he has a meeting with the customer tomorrow. the third month of the year is. third month ثالث شهر. احنا قلنا كلام ده هنشوفه. third month لو الثالث شهر. لو مين? march. اوكي? لو شهر يمارس عندنا هنا. وانا نحفظ الايام الاسبوع وايام الشهور بالترتيب بتاعنا. write a paragraph of a poet 60 words on one of the following using the guiding words or question. الوقت فينا البراجراف. هنكتب موضوع من اتنين. موضوع من اتنين. عن ايه بقى الموضوع من اتنين. هنشوف الموضوع معنا. اول موضوع بيقول how to use a photocopier. ازاي استخدم آلة التصور بتاعتي. عندي مجموعة كلمات. فيه فواصل ما بينها. ما بين كل فاصل وفاصل كلمتين ثلاثة. في الكلمات دي انا بعمل منها ايه? بعمل منها جمل. switch on open lead place paper face close lead press number set copies. ها? press green start. نشوف كده. switch the photocopier on. الكلام اللي هو كان في switch. open or lift the lead. open افتح. lift يعني ارفع. lead احنا اتفعلنا lead ابيه ده اللي خدناه اللي هو الكفر بتاع مكانة التصوير. اللي هو بتاع الفوتو كابير. place the paper face down. نحط وش الورقة على مكانة التصوير. close the lead. lead اللي هو الكفر اللي انا فتحته اقفله تاني. اوكي? press the number to set the number of copies. اضغط على الارقام اللي عندي. عشان اجيب احدد الارقام بتاع عدد النسخ اللي انا بتكلم اللي انا هصورها وهكذا. press the green button to start copying. اضغط بقى على زر الاخضر علشان ابدأ التصوير. switch the photocopier on. open or let or lift the lead. place the paper face down. close the lead. press numbers to set the number of the copies. press the green button to start copying. public phones اللي هو التلفونات العمومية. where can you find public phones? فين تلاقيها? what color are they? الوانها? first left hand set. اولا ارفع السماعة. prepaid card اللي هو الكرت مصبك الدفع. the machine. الالة. number person or company. number رقم. person or company. when? متى? hmm? someone answer? وهكذا نشوف. هنعمل من الكلام ده جمل ازاي? you can find public public telephones in the street. الاقيهم في الشوارع. in hotels. فنادق. stations. محطات. airport. مطارات. and in some public buildings. وبعض المباني العامة. زي المستشفيات زي الحاجات دي كده يعني. they are green and blue. الوانهم اخضر وازرق. first اولا. left the hand set. ارفع السماعة. then put a prepared card. نحط الكرت بتاعنا. ماشين. dial the number of person. اطلب الشخص or company الشركة. when someone answer speak. ولما حد يكلمك. تحدث. اوكي. اما حد يرضى عليك. تحدث. نشوف بعد كده. writing a memo. the secretary got a memo from the manager. كلمنا في الموم كتير هنا. asking her to type and send an email to كايرو كامباني. to send the new prices of the new machines for the factory. نشوف الموم بتاعتنا. from a to الى. بعد كده. re الموضوع بتاعنا. وبعدين date. from مين? the manager. المدير. اللي مين? the secretary. طلب ايه? type and send the email. التاريخ بتاعنا. تسعة عشرة. ما كابش تاريخ. ابنكتب تاريخ اليوم اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي? please type and send an email to كايرو كامباني. تمام. to send the new prices of the new machines for the factory. اوكي? دي الموضوع بتاعنا بالزبط. لو انت رجعتوا الكلام اللي كان مكتوب قبل كده. اما الحالة ترفع. هتلاقوا فعلا الكلام ده مضبوط معنا. نيجي بقى نشوف اخر سؤال عندنا الترجمة. translate into Arabic. تلك جمل عندنا هنترجمهم من انجليزي لعارب كله. لهم. تمام? he is going to take tomorrow off because it's his wife birthday. نشوف مع بعض كده. سيأخذ اجازة غدا لانه عيد ميلاد زوجته. he is going to take. سيأخذ. مستقبل عندي هنا. باستخدام going to فعلا في المصدر. tomorrow غدا. off هنا يعني اجازة. تمام? take it off. يبقى يخذه ايه اجازة because it's his wife's birthday. طيب. there are four weeks in a month and thirty days. there are four weeks يعني كام? four يعني اربعة برافو. weeks يعني اسابيع. thank you. in a month of الشهر. يبقى يوجد اربع اسابيع في الشهر. كمان? كما يوجد ثلاثونة يوما. يبقى احنا عندنا الشهر في اربع سبيع او تلاتين ايه يوم عندنا. بعد كده. the company's office is on the ground floor. احنا خدنا برضو حاجة تكلمنا فيه هنا اما يكون عندنا on هنا. on the ground floor. on the second floor. on the third floor. on the اي رقم عندنا floor وهكده على حسن مبنيه. the company's office is on the ground floor. يعني ايه ground floor? هنشوف كده. مكتب الشركة في الطابق الارضي. مكتب الشركة في الطابق الارضي. translate only one sentence into انجليش. هنترجم هنا فقط جملة واحدة فقط لا غير. من اتنين المطلوب منك في الامتحان تترجم واحدة فقط لا غير. يعمل اخ الاكبر في مصنع كبير القاهرة. يعمل اخ الاكبر. جملة عندنا فعلية. انما ما جاء حولها لجملة انجليزية. هبدأ بمين? my older brother. my older brother works in a big factory in Cairo. my older brother works in a big factory in Cairo. اخر جملة معانا. اخر جملة معانا. بنقول ايه? يجب ان نحصل على معلومات عن الشركة. يجب ان نحصل على معلومات عن الشركة. ناخد ملنا ما يبين كلمة عن او من. على حسب بقى. we should get information about the company. طب افرد يا مستر. يجب ان يجب علينا. we should get information. نحصل على معلومات. about the company عن الشركة. طب افرد قال لي مين الشركة? يبقى كلمة about دي احولها الى from the company. يبقى لو قلت عن الشركة يبقى about. لو قلت من الشركة تبقى from. about the company يبقى عن الشركة. from the company تبقى عن الشركة. اه دي كانت معانا اخر حاجة اشتجلناها النهاردة. وبنقول الحمد لله كده قدرنا نغطي الوحدة الخمسة والستة على قدر المستطاع بالشرح بتاعنا بالقواعد بالجرامر بالكلمات بطريقة قول الساعة بطريقة اه تحديد او الكلام عن التواريخ وهكده. فياريت نرجع نفسنا كويس ونشوف شغلنا تمام تمام يعني. ونشوف الحلقة كويس مرة تانية ان شاء الله ما تتعادى على التلفزيون او تترفع على اليوتيوب. وبكده احبائي اعزائي طلاب وطالبات الصف الاول من التعليم التجاري. وصلنا الى نهاية حلقتنا النهاردة بنهاية الامتحان اللي عملنا على الوحدة الخمسة والستة. ونراكم الاسبوع القادم ان شاء الله. الفترة القادمة في حلقة قادمة ان شاء الله. وحز موافق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.